روايع التابعين عليه وسلم لنشرب من يده الشريف تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه بداية أحبة في الله كل عام أنتم بخير وكل عام أنتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة في الله أنا أكتفي بذكر حديث واحد بس نستقبل به الشهر الكريم ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وعتقاء من النار وذلك في كل ليلة خوي وحبيبي أخت الفاضلة يريد نعتبر أن دي آخر فرصة في عمرنا عشان نخش الجنة وعشان نعتق من النار وقلتلك قبل كده لو ربنا عتق أبنا ولو مرة فلن يأسرنا بعد ذلك بالمرة إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفرداوس الأعلى إنه وليه وذلك القادر علينا طبعا أحبة تفلق أبنا نقدر حلقات لعل بعض إخواننا وحبيبنا اللي تعودوا أنهما يشوفوني بغطرة مستوربين الشيخ طالع جزائيا ليه يعني هو بيقول دعوة لمقاطعة التبرج وطالع مرة يعني متبرج خلق الغطرة الحقيقة معها والله يعني العذر شخصي جدا أن الغطرة الحز بتاعها بيبقى رائب ملعين فعملت لحسية فعنية فبأمر من الطبيب أن أنا أخلع الغطرة وخليني بالطائية وبعدين لأنا أرصى بقى في حبيبنا ومشيخنا الكبار الشيخ شعراوي والشيخ كشك ومشيخنا الكبار وقبل ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فسنة النبع السلام إما أن يلبس الطائية أو العمامة فهي أقرب من الغطرة كمان بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويوم ربنا يكريم لو أقدر ألبس غطرة ألبسها تاني لكن أنا شايف أن إن شاء الله كده أفضل إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير حقيقة أعدت أفتكر وأقول نقدم إيه لحبيبنا من إخواننا وأحبابنا من قناة الناس جمهور قناة الناس الحبيب نقدم لهم إيه في رمضان دو احتارت الحقيقة وأعدت أفكر في أكتر من موضوع ولكن خطر على بالي نحنا تكلمنا كتير قوي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فعلا تدريس حياة الناس ديت والإلقاء الضوء على المواقف الجميلة اللي عاشوها في حياتهم ده منهج تربية عالي جدا جدا وبفضل الله بيؤثر جدا وبيربي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فقلت طيب احنا تكلمنا كتير عن الصحابة نتكلم بقى عن الجيل اللي بعد الصحابة الأجيال الخيرية الجميلة ديت ولذلك عنوان حلقاتنا السناد إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هو روائع التابعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصعيحين خيروا الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم فمازلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومش معنى كده إن إحنا ملناش أي حظ في الخير دوت لا لينا حظ كبير جدا وأكبر دليل على كده حديثين أو ثلاث حديث نقول لهم كده في عجالة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني روى مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان بيمر من على المدافن البقيعة فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت لإخواني فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أجر الواحد منهم بأجر خمسين شهيدا ده في رواية تنين سبحان الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبركم إخوانه صلى الله عليه وسلم والصحابة بيقول أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني فإحنا آمنا بك يا رسول الله وما شوف لك شو بنتمنى نشوفك ونلتقي بك يا رسول الله على الحوض الأنور ونشرب من إيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الثاني الجميل دروا أحمد بسنة صحيح طوبة وطوبة دي شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها طوبة لمن رأاني وآمن بي ظلمين دول الصحابة وطوبة ثم طوبة ثم طوبة ده ثلاث مرات وفي رواية تانية برضو صحيح عند الإمام أحمد وطوبة سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني فقالوا وما طوب يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها خذ الحديث الثالث بعد ما تصلها لحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث روات طبراني في الكبير بسنة دي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر يا سلام هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجل خمسين شهيدا منكم فقال بعض الصحابة من أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا جميل أوي أوي أخوي وحبيبي ووقت الفاضلة جميل أوي أن أنت تعتز أن أنت بتنتسب لهذه الأمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيليه كما عند أحمد بسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم أنتم يا مسلمين أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل حديث التاني لو أحمد بسنة دان صحيحة النبي عليه وسلم بيوضح يا جماعة أن تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يعني الأمم كلها من لدون آدم عليه السلام إلى آخر أمة أمة الإسلام سبعين أمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها تلتين أهل الجنة والتلت الباقي يتوزع على تسعة وستين أمة يا الله وبعد كل ده لسه منتش عارف قدر هذه الأمة الميمونة المباركة وقدر هذا الدين العظيم وقدر الانتساب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده المولى عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة صلى الله عليه وسلم ولذا صح في البخاري قبل من خشبه في أول قصة النهار صح عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يقول يا نوح هل بلغت رسالتك فيقول بلى يا ربي فيسأل المولى عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول هل بلغكم نوح رسالته فيقول ما جاء أنا من نذير وما جاء أنا من بشير ما حدش جاءنا وش نشحد فيقول أمتك قد أنكرت يا نوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم قال الحبيب محمد فتدعونا فتشهدون وأشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة قبل ما نبدأ في السلسلة المباركة رواع التابعين اعلم أخوي وحبيب وأخت الفاضلة وظفتنا في الكون ده كله نحن نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر لقائد الفرس لقائد جيوش الفرس رستم لما قال له من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة حقيقة هتناول موضوع التابعين بلا ترتيب زمن معين وبلا تفضيل شخصية على شخصية لكن هي حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى هبدأ بشخصية معينة القصة حضرة أوي فنخش في الشخصية اللي بعدها وهكذا عايزين نستشعر قدي الناس دي كتف في منتهى العظمة والجمال اللي في الكندة كله لقائنا وأول لقاء لينا في أول يوم رمضان وكل عام وإنتم بخير لقائنا مع التابعي الجليل الربيع ابن خثيم يا سلام أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية الذين كانوا يشهد لهم بالزهد وكان يقول له ابن مسعود اللي هو أستاذه ومعلمه عبدالله ابن مسعود اللي يعني عايز أقولك بس حاجة قبل ما أقولك ابن مسعود قال إيه لو تخيلت حضرتك لو النبي شافك يطرى هيحبك ولا مش يحبك يطرى النبي فعلا هيعتز بيك ويفرح بيك ولا مش يفرح بيك ووضح المعنى اللي أنا عايز أقوله لو رأىك يا رسول الله هل يحبك ولا مش يحبك سيدنا ابن مسعود لما شاف الربيع ابن خثيم قال له والله يا ربيع والله لو رأىك رسول الله لأحبك والربيع ابن خثيم لما ابن مسعود يقول عنه الكلام ده ابن مسعود هو أعلى من ناس أو من أعلى من ناس بما يحبه رسول الله أو بما يكرهه فبيقول له لو النبي شافك أنا يحبك يا سبحان الله أنا مش بتخيل يا جماعة لو أنه الواحد وقف كده قدام ابن مسعود وابن مسعود بيقول له عارف والله لو النبي شافك هيحبك لو رأاك رسول الله لا أحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين يا سلام كان سيدة ربيع بن خثايم كان إذا خرج إلى الأسواق إذا رأاه التجار الناس اللي بيتجروا في الأسواق كانوا يهللون ويكبرون أول مشفوه لا إله إلا الله أكبر واش يفكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله ولذلك كان أحد أصحاب ربيع بن خثايم كان يقول لا والله يا ربيع إذا نظرت في وجهك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا أول ما شوفك يا ربيع باكتغت في طاعة ربنا شهر كامل ده ربيع بن خثايم طب تعالوا نبدأ القصة من البداية تعالوا نبدأ من القصة من البداية بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم البداية لما عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة وكتب لأهل الكوفة رسالة جميلة قوي قال لهم والله أو إني والله قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا منه وتعلموا بيقول لهم أنا إن كان علي أنا ما استغناش عن عبد الله بن مسعود أنا عايز جنبي لكن أنا فضلتكم على نفسي أن أنتوا يكون ما بينكم عبد الله بن مسعود ودي شهادة كبيرة قوي لأن فعلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لعلكم تعرفوا يعني سمات عمر بن الخطاب لا بيعرف يجامل ولا بيعرف يقول كلمة من وراء قلبه اللي في قلبه على لسانه كان يصدع بالحق الفاروق الفاروق الذي يعني فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة فاروق الأمة اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلبه ولسانه عمر وقال عنه لو كان نبيهم بعد إلا كان عمر بن الخطاب يعني منقب يا جماعة والله العظيم يعني لا توزيها الدنيا بكل ما فيها إن النبي يقول له لو كان فيه نبي بعده بأنت يا عمر أنت تكون نبي من بعد لو كان فيه نبي لكن ما فيه نبي بعده صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة كان ربيع بن خطايم كان من أهل الكوفة فأسرع إلى عبد الله بن مسعود ولازمه وقرب منه قوي ويقدر ربنا زي ما النبي قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اقتلف فما تنكر منها اقتلف ابن مسعود لما دخل عليه ربيع بن خطايم حبه جدا وحس كده بقرب شديد منه وقربوا منه قوي لدرجة أنه لما كان ربيع بن خطايم يبقى قاعد مع عبد الله بن مسعود كان ابن مسعود لا يأذن لأي واحد أن يخش عليه مدام عنده ربيع بن خطايم وأي واحد يحب يخش على ابن مسعود لازم يستأذن إلا ربيع بن خطايم أذن له ابن مسعود أن يدخل عليه بغير إذن إيه المكان الجميلة دي وإيه الحب ده كله يا الله شفت الحب لما بيجمع بين اتنين على طاعة ربنا وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله شيء جميل أو ربنا يستعملنا وإياكم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف صورة جميلة أوي من خوف الربيع بن خطايم وخشاته لله عز وجل كان عنده خوف عجيب جدا من ربنا وكان عنده خشة عجيبة جدا وربنا اللي قال كده إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما زددت علما كلما زددت خشية أن أنت فعلا بتبقى يعني حاسس قد كلما بتدرس وكلما بتتعلم بتعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ولم تحيط بذلك لكن على الأقل بتكون عارف أكتر من اللي ما يعرفش إنما يخشى الله من عباده العلماء واحد يسمع عبد الرحمن بن عجلان بيقول في يوم الأيام رحت بيتة عند الربيع بن خطايم فظل طوال الليل يصلي ويقرأ بآية ولا يغيرها فدلي كرر الآية دي من بعد صلاة الأشياء لحد أدان الفجر قول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وفدلي كرر الآية دي طول الليل يقراها ويبكي رسالة عظيمة قوي أنتوا فاكرين أن هنخل الناس الليل ونهار وقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين الليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون أحد يقرر الآية دي ويبكي حتى الصباح أمك تسأله تقول له يا بنيا ألا تنام يقول له يا أمه كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات يعني هجوم الخصوم يعني كأنه عايز أقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي إزاي أن أنا أقام ونام طبعا هو كان بينام أكيد يعني بمشي إنسان في الدنيا ما بينامش لكن كان نومه قليل جدا كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقرأت قرآن وذكر لله واستغفاره وتسبيح قلوب حية درجت في يوم الأيام اشتد عليه البكاء فأمه بتقول له يا ابني إنت عملت إيه يا ابني إنت عملت جريمة كبيرة ويعني الجريمة دي مقدر عليك حياتك إنت قتلت حد قال لها أيوة بجد يا أمي قتلت طب قتلت مين يا ابني قلت أنا يعني مستعدة روح أقول لأهل الأتيل دوت لو شافوا بكاءك يا ابني أكيد هيرحموك قال لها قتلت نفسي بالزنوب والمعاصي يا أمي ده ربيع بن أخي سيم اللي ابني مسعود بيقوله لو رأيك رسول الله لأحبك نهاردة يبقى الراجل يعني سايب الصلاة بقاله سنتين ثلاثة وإليك الحمد لله الببيض والفش عيم والحمد لله والدنيا جميلة وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضمنين الجنة كده كده دخلين الجنة وده بيقولك سبحان الله بيقولها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي أين نحن من خشة الله سبحان الله قال جل وعلا ولي من خاف مقام ربه جنتان وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل أو قال إن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله كما في الصحيحين ورجل ذكر الله خاريا ففاضت عينا تخيل إن ربيع بن خثيم من شدة خوفه من ربنا ومن شدة مراقبته لله تخيل عمل عمل عجيب جدا مش معنى كده إن كل واحد يعمل كده بس أنا بقولك هو يعني حس إن قلبه يعني اتغير شوية فحبي يهذب قلبه وحبي إنه يقرب قلبه ويخلي الخوف كده ملازم لقلبه فراح حفر قبر في بيته بيوتها زمان بقى تعرف كان فيه حوش كبير كده فراح حفر قبر في الحوش ونزل في القبر وكلما يحس إن قلبه قيس شوية أو بيعت شوية عن طاعة ربنا أو على الأقل يتعلق بالدنيا شوية يروح ينزل للقبر ويقفل على نفسه الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد ما يحس إنه اتخنق والدنيا ظلمة ونفسه فتادي الكتم ويوم قايل رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وبعدين يفتح باب القبر ويخرج برة شوف الشمس والهوى والجمال والدنيا يقول ها أنت يا نفسي قد عدت مرة أخرى ففعلي صالحا أنت وعدت ربنا إنك لو خرجت أو لو خرجت هترجع تعملي صالحا فيا نفس ارجع ربنا بقى وعملي صالحا كما وعدتي سبحان الله في يوم الأيام من شدة عبادة ربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصع عليه مجموعة من الفجار وما أكثر هؤلاء في كل الزمان ومكان يلاقوا إنسان صالح يلاقوا إنسان عارم يلاقوا إنسان فاضل ربنا نافع به على طول يحربوا فيه إعداء النجاح يحربوا فيه نفسهم يضمروا نفسهم يشيلوا من على وجه الأرض ربنا يعافينا عافيك يا رب يكفينا شر كل حاقد وكل حاسد فعرفوا إن ربيع بن خثيم ده في العبادة ما شاء الله ليه نهار عبادة فأرادوا أن يفسدوه فرحوا لامرأة بغي من البغاية وقالوا لها هذا ألف دينار قالت علامة ليه يعني تمن وإيه يعني فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عيازا بالله خادت الألف دينار ومشت وراحت إيه تعرضت لربيع بن خثيم في خلوتي وتجردت من ملابسها فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أمط الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الله هم كالملائك في السماء مطهرين رواهع التابعين هم كالملائك في السماء مطهرين شفت القلوب اللي بتحب ربنا شفت الإنسان اللي بيراقب ربنا في كل الصغيرة وكبيرة أحد تلميذه بيقول صاحبت الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد إليه يصعد الكلمة الطيب إن عمره ما قال كلمة وحشة عمره ما قال كلمة يعتذر عنها عمره ما قال كلمة شعر إن الكلمة دي ممكن توديه عيازا بالله في النار أو توجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كان من ضمن الأمثلة الجميلة يمكن حاجته لكم مرة في فطفضة كان فيه واحد يسمى أبو بكر المسكي هو ما كانش أصلا يسمى أبو بكر المسكي هو كان يسمى أبو بكر في يوم الأيام هو راجع على البيت يعني جا راجع من شغله أو من أي مكان أراح البيت فإذا بمرأة بتقوله أدركني يا رجل يعني كأنها بتقوله ده فيه تعبام في بيتي فيه حاجة فدخل من باب المروء يشوف فيه فدخل فأغلقت الباب وقالت له أنا ما دعوتك إلا لطقع علي تفعل فحشة فماذا يصنع قلتلكوا قبل كده حبيبي اللي مش عايز يعصى ربنا فعلا مش يعصى ربنا مهما كانت الضغوط والأزمات قال له طيب ممكن تأزني لي بس أخش يعني أنظف جسمي وكده وأخذ يعني أغس الجسم يعني قالتوا تفضل حمامه دخل حمام أعزكم الله وأخذ الغائط تخيل وتخيل يا حضرتك قدي الإنسان فعلا لما يكون مصر أنه هو يتعرب بنا هيتعرب بنا فأخذ الغائط ودهن بها أو دهن به جسده فلما دهن جسده بالغائط وبعدين خرج لها شمت رائحة قال له ها أنا قد تهيأت لك فقالت له أخرج أنت مجنون فخرج من البيت وهو في قمة السعادة وفرحان قوي ريحته صعبة جدا والناس بيبصروا ومش مقزة منه لكن هو سعيد أنه معصاش ربنا سبحانه وتعالى راح البيت اختصل مرة 2-3-10 الريحة مش عايزة تروح نام وهو مرتاح وزعلان مرتاح أنه معصاش ربنا وزعلان أنه خايف لما يقوم لصلاة الفجر ريحته تبقى صعبة فالناس ما تتحملش ريحته فيضطر أنه يخرج من المسجد فإذا به ينام فيأتيه آت في المنام ويقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا لأنه طيبا نريحك حتى تلقانا فأصبح وجسده يشع منه رائحة المسك فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي ربيع بن اختام يا جماعة كان عنده كده والحسابه والله حسيبه كان عنده إخلاص عجيب جدا لله كان يحب دايما عمل السر ما يحبش حد يطلع على عمل أبدا لدرجة أنه كان يفتح المصحف ويقرأ فإذا طرق الباب أي إنسان هيدخل عليه كان يغطي المصحف بأي توب فكاد تسأله أمه ليه بتعمل كده قال حتى لا يراني أحد وأن أقرأ في كتاب الله فظن أنني أتباهى بذلك يظن أن أنا بعمل كده عشان هو يشوفني فمن خوفه من الرياء ومن حبه للإخلاص كان يغطي المصحف لو حد يدخل عليه فإذا خرج يزيح الغطاء ويبدأ تاني في كراءة المصحف كان يخشى جدا من الوقوع في أعراض الناس يا جماعة الخير يا مسلمين يا حباب قلبي يعني ما فيش حد وصلت غلاوته في قلوبنا إننا نخش النار عشان خطره إننا أعمل حسنات وأعمل خير كثير جدا وروح أدير الحسنات بتاعتي على طبق من فضة إننا أغتاب دوت وأسعى بالنميمة بين دهو ده وأكذب على ده وأعمل كذا ليه لزمها إيه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درها من له ولا دنال قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام وليه عنده بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا حسنات أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم وطرحت في النار وقلت لكم قبل كذا وزر المغتاب نفس وزر المستمع أخي وحبيبي خد بالك من حتة ديت في يوم الأيام سايب الفرس بتاعه فتسرق الفرس بتاعه فجاي ابنه بيقوله بيقوله يا أبتها لقد سرق الفرس فسكت وأطرق إلى الأرض فواحد من العديد في المجلس قال ادعو عليه يا ربيع قال لا بل أدعو له اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبي وإن كان فقيرا فأغنيه تعال نشوف صفحة بسيطة جدا من كرمه وجودي كان يبعت ابنه يوزع السكر على الناس فإذا سئل عن ذلك يقول الربيع يحب السكر والمولى عز جل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في يوم الأيام كان موقف حقيق جدا والله العظيم تأثرت بي جدا في يوم الأيام ابنه دخل عليه قال له يا أبتها لقد صنعت لك أمي حلوة وتعبت من أجلك وتتمنى أن تذوق من هذه الحلوة قال أتيني بها يا غلام يعني عايز أقول له زوجتك اللي أم الولد ده يعني جايبها لك الأكل يا والدي فحلويات كده حلوة تعبت فيها قال له هاتها فالولد جايب الحلوة وفجأة طرق على الباب سائل رجل فقير جدا وفي نفس الوقت رجل معتوه لدرجة أعزكم الله يعني اللعب بتاعه نازل على لحيته رجل بسيط جدا وفي نفس الوقت معتوه وعنده شيء في عقله فدخل وأعاده الربيع بن خثيم فلما ابنه دخل بالحلويات الجميلة ديت قال ضعها أمام السائل فحطها قدام الرجل ده فأخذ يكل الحلويات دي لحد ده مخلصها كلها ولم يترك قطعة واحدة للربيع بن خثيم فابنه قال له يا أبتان أعطيت الحلوة التي تعبت فيها أمي طوال اليوم لهذا رجل السائل المعتوم الذي لا يعلم الحلو من المر ده لو كنت ديته حتة وحدة كان سكت أو لو كنت ديته أي أكل تاني كان رضي فقال له الربيع إن كان هو يا بني لا يعلم الحلو من المر فإن الله يعلم وسيجزيني به يوم القيامة لقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وزي ما بيقولوا حبيبي لكل بداية نهاية في آخر أيام بن ربيع بن خثيم أصيب بالفالج بالشلل النصفي وجلس في بيتي واعتزل الناس قضى حياته كلها في الذكر وقراءة الكرآن والاستغفار والبعد عن المعاصي وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا ومات الربيع بن خثيم مات الربيع اللي ابن مسعود قال عنه والله لو رأاك رسول الله لأحبك يا ريت ناخد الشعار ده في حياتنا يا طرى لو النبي شفنا يحبنا كل واحد يبص الحاله ويشوفه ويشوفه على إيه الحالة اللي أنا فيها دلوقتي الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أنا والزوجتي وأولادي لو النبي دخل علينا دلوقتي هيبقى فرحام بينا هيحس أننا من أمته ويلي هزعله على أحوالنا وعلى أحوال ناس كتير النهاردة يا طرى لو دخل بيوتنا كمسلمين هيقدر يفرأ بين بيت المسلم وبيت غير المسلم يا طرى لو شاب بنات المسلمين في الشارع النهاردة هيقدر يفرأ بين البنت المسلمة اللي المفروض تلبس حجابها وبين البنت التانية اللي مش مسلمة اللي ماشية مغير حجاب يا طرى invest ведь هيعرف الفرق بينهم إزاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم محتاجين أن احنا نستشعر المعنى ده وتقولتلك قبل كده لو طرق النبي على بابك هتستقبله ازاي هتستقبل النبي بايه وباي حال النبي عليه السلام كان آخر بسمة ابتسمها في حياته كلها وبعدها مات مباشرة بعد دقايق لما زاح السطارة ولقى أبو بكر بيصلي بالناس والناس خلفه بتصلي وبتبكي فابتسم آخر ابتسام أنه فرحان أنهم بيصلوا وبيخشعوا لله سبحانه وتعالى أفل السطارة وبيبتسم وقال بل الرفيق الأعلى وفاضت روحه إلى بريها صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه النبي هيفرح بينا لو عشنا على طاعة الله وعلى هدي رسول الله وقد إيه النبي هيحزن وهيتبرأ مننا لو عشنا على معصية الله وعن البعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الناس هتيجي يوم لهم عشان تشرب من حوض النبي فتزودهم الملائكة فيقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب أحبابي يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك سبحان الله فإذا بالنبي يتبرأ من هؤلاء ويقول صحقا صحقا وبعدا لمن بدل وغير ده كان أول حلقة مع الربيع ابن خثيم والصفحة ما زالت مفتوحة مع روائع التابعين عشان نلتقي بكرة حباب قلبي مع تابعين آخر ونعرف صفحات مضيئة من حياته ويجيب القصة كاملة لإني محتاج وقت كبير لكن بجيب ومضات كده من حياته ربنا يجمعنا وإياكم مع التابعين والصحابة كلنا مع أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته